بسم الله الرحمن الرحيم حلقة اليوم هي الجزء الثاني من حلقة العميل ألف وواحد الرابط الخاص بالجزء الأول موجود في صندوق الوصف وفي أول تعليق نكمل مع بعض بعد أن قضى العميل ألف وواحد أيام الأسبوع بالكامل مع فريق من خبراء الجانب الآخر الذين عملوا على تأهيله ليصبح سموئيل ابن نون أصبح معدن للخطوة الأخيرة لأنه أصبح يمتلك وجه سموئيل ابن نون أصبح هو بالفعل سموئيل ابن نون تحركت سيارة سوداء في أحد الأيام بعد صلاة الفجر بقليل باتجاه آخر نقطة شهدة فيها سموئيل ابن نون محطة سكك حديد نصر داخل السيارة في هذه الرحلة القصيرة التي لا تستارق أكثر من عشر دقائق جلس قائر السيارة السيد زاهر وفي المقعد الخلفي جلس عمرو فؤاد يرتدي ملابس سموئيل ابن نون وإلى جواره حقيبة قديمة بها ما تبقى من متعلقات سموئيل قال السيد زاهر سموئيل دقائق ومهمتك تبدأ أنا نزلك في آخر مكان سموئيل تشافي هتتقمص شخصية سموئيل تماما هتخرج من محطة القطر وتتجه لمنزل سموئيل وتدور على أهلك خلال فترة القادمة كل الإجراءات والتصرفات التي تتخذها في مصر هتكون بدون أدنى معونة مننا بدون أدنى اتصال بنا ما تنتظرش مننا أننا نتدخل لأن في يوم الأيام اللي هيتحرع عن ماضيك هيعرف كل ده كل ده علشان العم روز يا سموئيل مصطلح العم روز مصطلح حقيقي كانت المخابرات المصرية بتستخدمه كاسم كودي لمصر مع عملائها في فترة من الفترات ابتسم عمر ورد بصوت اختلط فيه الحزن بالتحدي علشان العم روز يا سيد زاهر توقفت السيارة في ركن مظلم في توقيت متزام تماما مع وصول القطار القادم من الأسكندرية قفز منها عمر بسرعة فيما تم تمس سيد زاهر بصوت خافت ربنا معك عمر اندمج عمر مع أفواج الناس الخارجين من الباب الأمام للمحطة متدسرا بمعطفه الأسود القديم وبدأ الماشي من أمام حطة سكك حديد مصر وحتى حط اليهود بالسككين كما كان يفعل صموئيل دائما صباح ذلك اليوم استيقظ الجيران على صوت الطرقات على الباب الحديدي للمنزل العطيق الذي كان يسكنه صموئيل مع أسرته فتحت الجارة العجوز الباب ردت عليه انت كنت فين يا ابني؟ بقالك سنين؟ أهلك داخل عليك قال له هم فين أهلي قالت له أهلك يا ضنايات عيش انت أتقن عمر تمثيل دوره عندما صرخ بانهيار ماتوا ازاي؟ ازاي ماتوا سابوني؟ اهتضنطه العجوز وهو يبكي منهارا ثم اجتمع الجيران يواسونه فيما قال أحدهم يا ابن أبوك ماتوا بيضور عليك وبعد كده بشهور ماتت أمك ورشيل ما كملوش يا ضناي بعد أبوك بكم شهر أتقن عمر دور الانهيار وأغمى عليه حملوا الأهالي المنزل الجارة العجوز أمه فوزي أفاقوه وحاولوا يخففوا عنه بالرغم أن الجارة العجوز كانت تعاونه رغم أن ابنها مجند على خط النار في جبهة القتال بيحارب الإسرائيليين اليهود أيضا في الأيام التالية أتقن عمر اللعبة تماما وغاص حتى نخاع في كونه صموئيل بن نون وعندما استأجر ببطاقته الشخصية غرفة في شارع كلوت بيك وبدأ في النضال للحصول على ما تبقى من أوراق ومستندات تثبت شخصيته حتى أنه زار الحاخام المسؤول عن المعبد اليهودي في شارع أحمد سعيد للصلاة على أرواح أهله ونعضل نضالا مريرا في قسم شرطة الويلي كي يحصل على بقايا متعلقات أهله التي تم تحرزها والتي لم تخرج عن بضعة صور قديمة وسعجيب وسلسلتين دهب وشهادتين ميلاد هو أخته وبطاقة والده الشخصية كذلك استخرج نسخة من شهادة المؤهل تم اعتقاله تحفظيا لمدة 12 يوما في قسم الشرطة وسط المجرمين تم رفضه في العمل في كل جهة تقدم لها لأنه يهودي بدأ المال الذي بحوزته في النفاذ كل هذا بدون أدنى تدخل أو مساعدة من مشرف العملية وإن كان الأمر يقتضي مراقبته من بعيد حتى قام أحد مسؤول الأمم المتحدة بزيارته في قسم شرطة الويلي أثناء اعتقاله تحفظيا والحصول على بياناته في إطار حصر بقايا اليهود المتوجدين في مصر خاصة بعدما شنت إسرائيل حملة شعواء تدعي فيها أن مصر تعتقل اليهود المصريين كلهم وتسيء معاملتهم لأنهم يهود كان هذا مقدمة كي تكون الوكالة الويهودية متخفية في زي الأمم المتحدة بتدبير الأمور لتهريبه أشيعة أن مصر تنتوع اعتقاله لأجر غير محدد لأنها تشتبه في قيامه بتهريب العديد من اليهود إلى اليونان أثناء فترة عمله على مركب الرئيس عبد الله عندما بدأ شهر مارس كانت كل إجراءات تسفير صمويل بن نون الذي حاربت الوكالة اليهودية من أجل حربا مريرة هو ثمانية آخرين من اليهود المصريين قد تكللت بالنجاح وتمكنت الوكالة اليهودية من تدبير تأشيرات صفر إلى الأرجنتين معق العمليات الموساد في أمريكا لتينيديا خلال أيام عندها بدأ صمويل بن نون أو عمر فؤاد في المجاهرة علنا بالعداء لمصر وبدأ في الحديث أنه سيعود إلى القاهرة مرة أخرى لكن مع الجيش الإسرائيلي صباح منتصف مارس تحركت طائرة شارتر صغيرة من مطار القاهرة تحمل عددا من الدول المسيئين في الأمم المتحدة أعضاء من الصليب الأحمر الدولي وتسعة يهود سلموا قبل دقائق وسائق جنسياتهم المصرية وغادروا أرض مصر التمعت نصرة الحزن في عين صمويل وهيرى أرض مصر والطائرة تبتعد عنها قد لا يكون أحدنا كان إلى جواره في هذه اللحظة إلا أننا نكاد نجزم أنه تمنى لو تحتمت الطائرة على الأرض حتى يموت على أرض مصر هبط الطائرة في بيونس آرز وتم نقلهم إلى فندق بسيط قبل أن تصل طائرة أخرى تابعة للعالي الإسرائيلية لتقلهم مع عدد من مندوب سفارة الكيان الإسرائيلي إلى تل أبيب صمويل كان أصارهم المفترض أنه لا يتحدث إلى العربية وقليل من الإنجليزية على عكس عمر الذي كان يجد الإنجليزية بطلاقة مع الفرنسية بحكم دراسته في كوليج دولاسال ويجد القليل من الروسية بحكم الفترة التي قضاها مع والده في وقت من الأوقات في موسكو كانت الوكالة اليهودية تعمل في نشاط محموم لإعادة نقل اليهود في الخارج إلى أرض المعاد في شارع أوروبا كانت الدعايات منتشرة ومتناسرة لإعادة اليهود إلى أرض المعاد وكانت إعادة صمويل ومن معه رغم أنهم قلة إلا أنها كانت ضربة كبرى فهم يهود مصريون يمكن إعادة استخدامهم ألاميا وحتى عسكريا فهم أولا كانوا مصريين قد يتذكر البعض حايم مرزوق وهو العميد الإسرائيلي فيما بعد الذي كان أحد قادة معسكر إعتقال إسرائيلي والذي كان صديقا صدوقا لعدد من المثقفين المصريين فترة تقودوا في مصر كما أن التاريخ الزائف الذي صنعته المخابرات المصرية بإتقان لنسب بطولة صمويل بن نون على صغر سنه أنه كان يقوم بتهريب اليهود وأموالهم إلى المياه الدولية وإلى بعض الجزر اليونانية أثناء عمله على مراكب صيد الرئيس عبد الله قد أبلت بلاء حسنا حيث عمله صمويل كبطل إعلامي واقتئز في وسط العائدين مما حدا بأحد قادة حزب الماباي الإسرائيلي وأحد رؤساء الوكالة اليهودية واقتئز إلى تبنيه ماليا كجزء من الدعاء الانتخابية أيضا التي كانت تصفياتها الأولية على الأبواب وبدفع خاص من أحد كبار أعضاء حزب الماباي واقتئز وهو المحترم جاك بيتون رجل الأعمال والصناع الإسرائيلي الشهير الذي هو في الحقيقة رأفة الهجان فيما بعد والذي يعتبر إلى اليوم هو الإسرائيل الوحيد الذي رفض رئاسة الحكومة الإسرائيلية حيث كان مرشحا بقوة لها صفته رئيس الحزب الماباي الذي كان يساتر على الحكومة الائتلافية الإسرائيلية في وقت من الأوقات وكان رئيس الحزب هو رئيس الحكومة إلا أن رأفة الهجان رفض المنصب في اللحظة الأخيرة اعتبارات لا تزال طيق كثمة أصبح سموئيل بن نون رسميا سكرتيرا للسياس الشهير الذي تبناه فكريا وقام بدفعه لتعلم اللغة العبرية مع دراسته بالانتساب إلى كلية الأداب في أحد الجامعات الإسرائيلية وقام بتوفير عمل له في أحد مكتباته التي أمتلكها مع راتب وسكن ملائمين كانت هذه البداية الحقيقية لانتقال سموئيل بن نون الحياة في إسرائيل وكان هذا في منتصف عام 1968 كان الشاب مكتهدا في التحصيل في دراسته للغة العبرية في كليته أيضا إلى جانب الكتب التي أقرأها في أعمله في فرع دار الناشر الشهيرة حيث أنه ينتمي إلى اليهود الشرقيين السفردين الذين حتمت ظروفهم عدم تعلم اللغة العبرية ولم يحدث أي نوع من أنواع الاتصال أو حتى محاولة الاتصال ما بين المخابرات المصرية وبينه فيما عدا كارت تهنئة رقيق أرسله إلى روما إلى العم روز التي كان لا يمل من الحديث عنها باعتبارها آخر من تبقى من أقربائه على وجه الأرض وكان الكارت بمناسبة عيد الكابال اليهودي مع عبارة أرجو لك الصحة الوفيرة والعمر المديد ابنك سموئيل وهي رسالة شفرية بسيطة تشير إلى أنه قد استقر أخيرا أنه أن العنوان على المصرف هو عنوان مراسلاته المأمون في إسرائيل ظلت حياته رتيبة مستمرة على نفس المنوان حتى زيرت أحد أيام في شهر نوفمبر البارد عام 68 هذه هي قصة زرع الجاسوس عمر طلبة الذي كانت له ولعملياته أثر كبير على نفوس جميع العاملين بجهاز المخابرات العام المصري حيث استطاع بعد ذلك أن يتطوع رغم إرادته في الظاهر في الجيش الإسرائيلي ونتيجة شجاعته وفتواته الشبابية جعلوه في صفوف الجيش في حصون خط برليف وهناك استطاع التحرك بحرية فيما بين الخطوط والقلاع الحصينة والدوريات العسكرية ليرسم كل ذلك بدقة متناهية للمخابرات وهنا نجد أن تدريب عمر طلبة في الكلية الحربية المصرية وبعض أقسام المخابرات ليتعلم تخصصات تفيده استطاع بذلك أن يثبت جدارة وتفوق أثناء عمله في أهم الأماكن التي كان يعدها الجيش الإسرائيلي من أقوى الأماكن سرية وتحصين ولا أعلم بها أحد كان والده فؤاد طلبة ضابط المخابرات حزينا في مصر لأن ابنه في الحقيقة ضع مستقبله وهنا كانت المخابرات في صف والده بجعله متخرجا من الكلية الحربية برتمة ملازم أول وكان ذلك سرا وتم إعلامه بذلك حتى يسعد واطمئن أن مستقبله لم يضيع وظل عمره في عمله نشيطا وقويا من أكفئ الجواسيس في إسرائيل كلها في هذا الفتر وحتى حرب أكتوبر المجيدة التي استبسل في الإخبار عن كل معلومة تقع في يدي حتى يوم 9 أكتوبر الذي استلم فيه من القيادة العسكرية المخابرات الحربية أمرا بالعودة والإنسحاب من موقعه الذي تقريبا أصبح تحت السيطرة المصرية ولكنه رفض وأصر على إكمال المهام ولكن تحت الإصرار من قبل القيادة قبل أن يقف في النقطة المتفق عليها لمقابلة طائرة هليكوبتر مصرية من المخابرات العسكرية لالتقاطه والرجوع به إلا أنه في انتظار الهليكوبتر فتح جهاز الرديو الخاص به بغير حرص وهنا استمر في إرسال المعلومات العسكرية الهمة التي كانت لديه ومنها معرفة شفرات الإرسال اللاسلك العسكري لأغلب فروع القيادات البرية الإسرائيلية العسكرية وقد حقق ذلك عظيم الفائدة لمعركة الدبابات الباسلة التي بدأت بعد وفاته شهيدا من طلقات مدفعية خاطئة من الجانب المصري الذي اعتقد أنه يمهد نيرانيا لهليكوبتر هام من القيادة لمهمة سرية لا أعلمها وكانت هذه البطارية غير معلمة بوقف انطلاق النار المؤقت حتى إنقاذ الضابط عمر الذي رقي شهيدا في السماء وشهيدا في الأرض إلى رتبة رائد وقد تم انتشار جثمانه والعودة به إلى مصر وبفضله انتصرت مصر في معركة الدبابات ومعارك مشاعديدة نتيجة المعلومات العسكرية القيمة التي حصلت المخابرات والقيادة العسكرية عليها رحم الله العميل ألف واحد البطل الشاب الصغير الذي تفانى في التضحية من أجل وطنه وبلاده وشعبه هو وعائلته أبوه وأمه خصوصا الوالد الذي ضحى بابنه وهو يعلم المصير المحتوم الذي كان ينتظره في كل لحظة هذه الحلقة كالحلقة الأولى مقتبسة عن مجموعة 73 مؤرخين عسكريين كما أشرنا في الحلقة الأولى تماما رحم الله الشهيد ورفعه في منازل عليين نرجو منكم التكرم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته